اكد سعادة السيد سمير عبدالله الناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية أذربيجان في مختلف القطاعات ومشيرا إلى حرص القطاع الخاص الخليجي على إيجاد تكتلات إقليمية ودولية قوية تسهم في تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني في نصحته الثانية الذي انطلقت عماله اليوم قال إن جمهورية أذربيجان من الدول القريبة لدول الخليج وتربطها علاقات استراتيجية وثقافية راسخة خاصة مع البحرين كما لها علاقات اقتصادية مميزة بدول التعاون وشهد حجم التبادل التجاري بين الجانبين زيادة ملحوظة خلال 2024 حيث زاد بنسبة 28% حين بلغ حجم الاستثمار الخليجي في أذربيجان 7 مليارات دولار موضحا أن حجم التبادلات التجارية الخليجية تجاوزت التريليون ونصف التريليون دولار أمريكي وأن صناديقها السيادية بلغت 43% من الصناديق السيادية العالمية وشدد ناس على أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية بين دول مجلس التعاون وجمهورية أذربيجان وخلق المزيد من الشراكات الثنائية في قطاع الأمن الغذائي والزراعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجسية والنقل والكيمويات والبنية التحتية والصناعات ومشاريع السكك الحديدية من جنبه دعا رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين سيد خالد الأمين إلى أهمية أن تنشأ دول مجلس التعاون الخليجي هيئات للغذاء بهدف تأمين مسارات الغذاء وتطوير آليات الانتاج الغذائي ونوه الأمين بالدور المهم الذي يجب أن تلعبه الحكومات الخليجية والأذربيجانية لتعزيز الأمن الغذائي حيث ينبغي عليها وضع تشريعات ولوائح تسهل السيرادة وتصدير المواد الغذائية بإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل الإجراءات الجمركية لتسريع نقل وتوزيع المواد الغذائية طبعا نحن زيارتنا هذه إلى أذربيجان لحضور منتدى الخليجي الأذربيجاني للتعرف على فرص الاستثمارات المشتركة بين دول مجلس التعاون وأذربيجان والفرص المتاحة وكذلك لتعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وأذربيجان وطبعا هذه فرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص الموجودة هناك وفد كبير من الجانبين للملتقى والتعرف على هذه الفرص وأملنا أن نعزز هذا التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون وأذربيجان اليوم نحن في المنتدى الخليجي الأذربيجاني الثاني لبحث أواصل التعاون في المواد القذائية وفي تأمين سلاسل الإمدادات وتأمين الفرص الاستثمارية بين البحرين وأذربيجان أو الخليج وأذربيجان العلاقات السياسية بين الخليج وأذربيجان قوية ونحن نعمل على تقوية العلاقات التجارية وخصوصا في مجال المواد القذائية مشاركين اليوم كوفد قرفة البحرين في هذه الفعالية الهمة التي نستطلع فيها خبرات أذربيجان في مجالات مهمة جدا بالنسبة للخليج وخاصة من المملكة البحرين ومنهم الطاقة المتجددة وكذلك الطاقة النظيفة وكذلك الأمن الغذائي اشتركوا في القناة